بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى الرسول الله المبعوث رحمة مهدا انتقلنا مع أنوار القرآن الكريم وإحنا ماشيين راحين على الجزء الثامن بعد ما انتهينا من الكلام عن الإنسان وذاته وإزاي ذاته تكون منورة ابتدينا نتكلم بهذا النور إزاي نستثمر هذا النور فأول دايرة بنستثمر فيها هذا النور هي دايرة الأسرة فانتقلنا إلى ملف التاني اللي ابتدى معنا من الجزء السادس لما تكلمنا فيه عن أن الأسرة قيمة ثم بعد ذلك قلنا إذا كانت الأسرة قيمة وإيه أكتر حاجة بتحرق القيم في الأسرة فكانت اللبنة التانية وهي الحب والنهاردة نتكلم عن القيمة أو اللبنة الثالثة في مسألة الأسرة النهاردة تلت يوم لينا مع الأسرة ومن أهم القيم اللي بنعيش بيها في الأسرة بعد ما عرفنا إن هي قيمة مبنية على المحبة والسكينة والمودة فلقينا إن كل دا بيوصلنا للحب اللي هي كانت اللبنة الثانية والحب لا يستثمر إلا بحاجة كتير من الناس بيفتقدوها وكتير بالناس بتبقى عندهم مشكلة لما يبتدوا الأسرة وهم متصورين إن هي صفة بتوجد مباشرة في الناس بدون ما يسعوا إليها ولا يحرصوا عليها ومع إنها صفة هي اللي بتخلي الأسرة تتألق هي اللي بتخلي الأسرة تتماسك هي اللي بتخلي الأسرة ترسخ هي اللي بتخلي الأسرة اللي تحقق الهدف الأساسي اللي كتير من الناس بيبقوا محتاجينه لما يكونوا في الأسرة وهو الاستقرار وهو التوافق وهو الوصول لأحسن حالات الإنسان لما يستثمر كل الصفات الحسنة فيه إيه القيمة الرائعة دي اللي فيها كل الكلام ده هي قيمة النضوج فتالت لابنا معانا وإحنا بنسيرين مع القرآن الكريم هي لابنت النضوج فعندنا آية النهاردة في الجزء الثامن في سورة الأنعام الآية 122 بتقول أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ هنا بنوقف بقى ونبتد نتكلم عن مسألة النور النضوج في الحقيقة مش إننا نعيش في الأسرة على إننا الناس كاملين وفي ناس كتيرة بتبقى مشكلتهم لما يبتدوا ينشئوا أسرة إن هو يحصل إيه؟ إن هما يبتدوا في أول الأسرة ويتصوروا إن الأسرة اكتملت وهم ناضجين تمام النضوج فالنضوج بيجي بالعشرة بالعيشة لأن النضوج حياة ولذلك لما بيبتدوا في الأسرة يبتدي الزوج والزوجة بيرفع سقف توقعاتهم وتصورينه إن النضوج ده حالة مش النضوج دي حياة إيه اللي بيحصل؟ بيحصل في أول الأسرة مشكلات ضخمة جداً جداً بسبب إن النضوج محتاج يتعاش مش من النضوج ده إن يكون أحد العوائق في الأسرة بالعكس النضوج ده بيستمر عشان الناس تستمر في الأسرة في حالة استقرار ورسوخ وسبات النضوج ده عامل بالزبط كده زي رومان تلميزان في البيت في الأسرة ولذلك أول علامة من علامات النضوج العيش مع الناس بحالة من حالات كل واحد فينا بيعرف قدي إيه هو محتاج من الآخر إنه ويكون قليمة إضافية بالنسبة له وعشان كده عاوز تعرف إنت قدي إيه إنت ناضج في العلاقات شوف قدي إيه إنت ناضج في الأسرة مش لو لقيت نفسك عايش في المظلومية مثلاً وبتقول إن أسرتي مش بتحبني وهم مش بيقدموا لي أي شيء إضافي وكل اللي عايزه إن أنا عايز زوجتي مثلاً ما تكون مهتمية بيه بيه وهي مش مهتمية بيه وجوزي مش بيجيب لي كل اللي النفس فيه ساعتها مش هو ده النضوج مش ده النضوج إن أنت تبقى عارف النواقص في حياتك ولو غريتي في المقارنة بين أسرتك وبين قريبك وبين أصحابك تبقى أنت لسه مش ناضج هيقولي لما إحنا نعرف إزاي الحياة بتمشي إزاي إذا ما كناش نقارن نفسنا باللي حوالينا لازم تعرف إن كل واحد ربنا رزق بنعمة مخصوصة لي عليها بصمة بصمة مخصوصة بيه هو أنا بسميها البصمة الحياتية بصمة حياتية يعني إيه؟ عندك نعمة بتتناسب مع كل ظروف حياتك ربنا ما ادهاش لحد تاني ما ادهالك أنت فزوجتك نعمة وزوجك نعمة وولدكم نعمة والدك وولدتك أبوك وأمك نعمة لو كان حالك ينصالح مع حد تاني غيرهم كربنا أعطى لك حد تاني غيرهم معقولة؟ آه والله يعني حتى لو أبوي عمل في كل حياتي كل اللي عمله ده آه لأنك أنت أنت كنت لابد أن أنت تكون ناضج وتقدر تعرف تتعامل مع والدك ده إزاي؟ ووالدك مهما كانت صفاته كنت أنت لو كنت ناضج كنت تقدر تخرج أحسن ما فيه ومن أهم علامات النضوج أنك تعرف النعمة اللي ربنا ادهالك وتحمده وتسعى عشان تعيش بسعادة معاها ومع كل أفراد أسرتك الزوجة اللي بتشتكي من أن الزوجة مشغول عن البيت ومش بيهتم بيها ولا بيكلمهم والزوج اللي شايف أنه بيعمل كل حاجة لأولاده وهو عايش بس في الحياة علشانهم شغلوا علشانهم وتعبوا علشانهم وحتى سكوتوا بيكون عشان يرتاح مش عشان يهرب من ده لو كان لو كنت أنت شخص ناضج فعلا تعرف أن راحتك في وسطهم ومعاهم أنك تشاركهم أنك تعيش معاهم أنك تكلمهم أنهم يكونوا مشاركينك اهتماماتك وأنت مشاركهم واهتماماتهم وأنت وجودك في البيت مطلوب وبيستنوه ما تعتبرش أن أنت عبقى عليهم فلابد تسيب لهم البيت لأ ده أنت ركن مهم جدا وسند أساسي في البيت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيتي فما ينفعش تيجي الزوجة تقول أنا مش ملزمة بشغل البيت وما ينفعش الزوج يقول كمان أنا مش ملزم بعلاجها ويتحول البيت لميدان للصراع وده كله ليه؟ عشان لسه الإنسان ما تنورش شوف كده الآب تقول إيه؟ أو من كان ميتا فأحييناه واجعلنا له نورا يمشي به في الناس يعني النور ده هيخلي المسألة ويخلي الإنسان يدخل بنوره في الناس فينورهم فيطلعوا أحسن ما فيهم وأسوأ شيء في الشخص غير الناضق هو الإهمال إنه بيهمل ومش بالضرورة عشان تكون مهمل إنك تكون مهمل طول الوقت لكن إنك تكون ما بتبقاش سبب من أسباب أمان البيت ورعايته إنك تكون مهمل في الوقت اللي أنت يجب أن تكون فيه راعي آه هي دي المشكلة هو ده الإهمال هو ده عدم النضوج عدم النضوج إنك بتعملش الحاجات المهمة في وقتها والرعاية الناضجة سبع خصال لو سبت واحدة فيهم يضيع البيت أول حاجة حبيبك يكون فيه أمانك وأول شيء يكون فيه أمان أمان من سوق ظنك يبقى دي واحد تاني حاجة تكون مساهند لأهل بيتك بالامتنان تارت حاجة تدعم أهل بيتك وما تقولش لولادك إيه التفاعة اللي أنتوا فيها دي لكن إيه اللي حاصل تدعمهم رابع حاجة تشاركهم تشاركهم لما يحبوا إن هم يعملوا حاجة تشاركهم الحاجة دي اللي هم بيحبوها خامس حاجة إنك تكون ترشدهم ترشدهم يعني ما تفردش عليهم ولكن توجههم وترشدهم يعني إيه تقولهم إن ده أفضل وتطرح لهم الأمر ده وتطرحوا عليهم سادس حاجة إنك تجرب معاهم وتجرب مع أهل بيتك كل حاجة ممكن يكون فيها نفعهم وفيها خيرهم آخر حاجة إن أنت تطرح عليهم مجالات جديدة يشغلوا أفكارهم ويشغلوا مهارتهم وقدراتهم فيها السبع حاجات دي لو عملتها أنت فعلا إنسان ناضج سواء كنت زوج أو زوجة سواء كنت ابن سواء كنت بنت ولابد إنك تستثمر في إصلاح بيتك بنضج ووعي فربنا سبحانه وتعالى حذرنا من الفساد بعد الإصلاح فقال ولا تفسده في الأرض بعد إصلاحها يبقى إذن أنت لازم تكون تخاف إن أنت تكون سبب من أسباب الإفساد ولذلك لازم تكون طول الوقت بتعمل إيه؟ بتصلح ولكن بحكمة وبنضوج طب نعمل إيه عشان نكون نضجين؟ أول حاجة أول حاجة أول إجراء ممكن تعمله إن أنت تنوي كل يوم مع أذكار الصباح والمساء إنك تكون يخز فما تهتم في إيه اللي حاصل؟ فما تهملش أولادك لا تهتم بيهم وتهتم ببيتك النية نفسها عتخلي اهتمامك بأولادك ويقضتك جزء من تصرفاتك في الحياة تاني حاجة إن أنت تتفقد كل يوم أولادك تمر على غرفهم وتتفقد أهلك مش ترقبهم في فرقة بين التفقد والمرأبة تتفقدهم يعني تشوفهم محتاجين إيه؟ وترعاهم رعاية حقية تالت حاجة عبر عن حبك لأولادك لأن أنت لو معبرتش عن حبك لأولادك مش ممكن تكون ناضج إن الشخص إحنا دايما بنرسو ضعيب من عيوب الأزواج وعيوب من عيوب الزوجات هو عدم التعبير إحنا مستنين إن الناس تعرف عننا وإحنا ما بنعبرش مش هيحصل لازم نعبر لأن في أوقات كتيرة بتبقى الأشياء معقدة ومحتاج إن الواحد يعرضها هو نفسه عشان الناس تفهمها بشكل صحيح رابع حاجة احمد ربنا على نعمة بيتك لأن كل ما تحمد ربنا على نعمة بيتك تحس إن بيتك ده كنز من الكنوز وتقدر تستثمرها خامس حاجة فكر كل يوم إزاي تخرج أحسن ما في أهل بيتك لو عملت ده لو عملت الإجراءات دي هتبص تلاقي حياتك اختلفت تماما وهتبص تلاقي نفسك وصلت الحالة من حالات النضوغ أنا النهاردة لإن المسألة مليانة تفاصيل كلمتكم عن ركن من أركان الاستقرار في البيت معنى من المعاني الكبرى في البيت معنى النضوغ هذه لبنا بعد ما تفهم إن الأسرة قيمة وبعد ما تفهم إن أكتر قيمة لازم تستثمرها يا الحب كنت لازم تعرف إن الحب ده ما بيعيش بدون نضوغ النضوغ إن أنت تستطيع إن أنت تصل إلى أفضل أداء زواجي وتعمل كل حاجة فوقتها فالأسرة تبقى في أمان ومتمسكة هنكمل كلامنا عن النضوغ ونكمل كلامنا كمان عن إزاي إن النضوغ ده بيحافظ على تماسك الأسرة ونجاوب كمان على أسئلتكم المباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة وهي الجسد المنور اللي بيدخلنا على مجالس النور مجالس ذكر الله سبحانه وتعالى اللي تفضل تملأ لبنا بركة ونور وإحنا قاعدين في حضرة مولانا سبحانه وتعالى إحنا النهاردة تكلمنا وإحنا غرقانين في أنوار القرآن الكريم عشان ننجو ما هو القرآن الكريم بحار النور اللي فيه كلما غرقت فيها تنجو وكلما تفوت فيها تغرق ولذلك لازم نغرق في أنوار القرآن الكريم ودي مش هتكون آخر مرة إحنا أن نقرأ فيها القرآن الكريم بهذه الطريقة عشان نظل لننهل من نور النهاردة كنا مع قولي تعالى أو من كان ميتا فأحييناه واجعلنا له نورا يمشي به في الناس هذه الآية وصلتنا إلى أن اللبنة مهمة جدا من لبنات الأسرة هي مسألة النضوك أن مش بس أن أنت تعرف أن أنت زوج ولا زوجة وعندكم مسؤوليات لكن أن أنت إزاي تقدر تكون سر من أسرار من أسرار الاستقرار والبسط والهدوء والمحبة والمواد ده في البيت وعشان كده كانت لبنة النضوك جاية معنا في الجزء التامن بعد لبنة الحب وبعد لبنة كمان الكلام عن القيمة فالنضوك عشان تقدر تكون ناضج لازم تخليك مخصص وقت الأولادك ومركز فيه النضوك يعني لازم مش هتبقى من ناضج لو أنت مركز في الدور اللي أنت بتقوم فيه وعشان كده لازم كل يوم تنوي أن أنت هتقوم بالدور ده هتقوم بالدور يبقى أول حاجة أقولنا أول إجراء لازم تنوي أن أنت تكون متيقص فأتنوي أن أنت ما تهملش أولادك وأسرتك ولا أولادك ينوي أن هم يهملوا أبوهم ولا أمهم يبقى هنا ده أول حاجة أن نحن ننوي أن نهملش أهلنا مع أذكار الصباح والمساء في الصبح وفي الليل تالي تاني حاجة الناضج الناضج لازم يتفقد لازم يمر على المكان اللي ربنا سبحانه وتعالى وكله أنه هو يكون راعي فيه فلازم يتفقد أهل ومش يرائبهم يتفقدهم عشان حد محتاج حاجة حد موجوه حد بيبكي يبقى هو حاضر معاه لازم طول الوقت الشخص الناضج يعبر يعبر وأهم حاجة فاكريني لابين الثانية كانت أن في الأسرة هي الحب لازم نعبر عن حب إلا لأولادنا ولازم أولادنا كمان يعبروا عن حبهم ليهم لازم أولادي كمان كإجراء مهم جدا من أجراء الناضجين لازم أولادي وأنا لازم يسمعوا مني أن البيت ده نعمة والأسرتنا ده نعمة لازم الأولادي يسمعوا مني ده ولو ما سمعوش ده هم مش يقدروا يكون عندهم انتماء حقيقي ومش يقدروا ينضجوا تخيل واحد بيحس أنه عايش في نعمة أكيد هو بينضج وأكيد هو بيحس أنه محاط براحة واستقرار تلق رخامس حاجة فكر كل يوم إزاي تخرج أحسن ما في أولادك من هوياتهم من مهاراتهم وما تنساش أنه أنت مع ده كله أنت محتاج الدعاء محتاج أن تدعي أن ربنا يثبتك لأن أكتر حاجة بيظهر فيها النضوط هو السبات والرسوخ يا رب جعلنا من الثابتين والرسخين عشان نكون دائما مع محبتك ومودتك يا رب العالمين تعالوا بقى نروح مباشرة للسيدة محمد من إسماعيلية السيدة محمد تفضلي عليكم السلام ورحمة الله بركاته تفضلي يا فانت الزكت حمد الله بخير تفضلي أنا قلت عايزة أسأل ببتي أنا مطلقة ونعاية إدني عايزة أطلعي الزكت ومش عارفة أنا أطلعه لي ولدي ولا هو المفروض اللي أبوه يعني هو اللي يطلعت ويسي تؤالتين من اللي ينفق عليه اللي ينفق عليه هو أبوه يعني مناخد بيننا وبين بعض المحكم وكل بياخد نفقته من المحكمة يعني هو بيتدفع نفقته من المحكمة يبقى خلاص عن طلع عن طلع الزكت بتاعته من النفقة دي من النفقة بتاعته تفضلي إيه تاني السؤال الثاني بقى حضرتك أنا مليش معاش خالص ولا ليه دخل ولا أي حاجة ويعني أنا مع إيه ابني وأنا من ذوي اللي احتاجات الخاصة شيء وأنا مش ليه دخله ولا حد يعني بيصرف علي ما فيه شغير هي اللي هي النفقة اللي هي بتاعت ابني بس هو طيب أنا نسحت لحضرتك إن كان الأمر فيه ما يتعلق بمسألة تيسير دخل إضافي أو تيسير معاش أو شيء من هذا القبيل حضرتك توجهي وحضرتك من من الأفراد اللي هم بيستحقوا معاش بيستحقوا أشياء فيه ويساعة التضام فحضرتك توجههم وشرطة ويساعة التضام وإن شاء الله ربنا يكتب لك الخير والسداد إن شاء الله مع أنا أمو يوسف تتفضل أنا السلام عليكم وعليكم السلام راح أطلعه بركاته فضلية الشيخ إزاي حضرتك كل عام وانتم بخير نعم وفضل الحمد لله أنا ربنا يجريكي ساحب حدثك أنا دلوقتي اللي هي حضرتك سؤال بالنسبة لأختي تفضلي هي أختي مطلقة وكان زوجها دا يعني متعدد الحلفان بالطلاء الطلاء كل بتعمل أي غلطة أو مغمى أي كلام يحفر طلقها بقى طلقها كان طلقها اللي هو طلقها طلق بعد وفاة والدتي طلق قعد مع أخوتها بنت ابنوت لا تجاوزتش فدلوقتي حضرتك راجعت تاني بيتكم اللي هي بيت كبزة بالتمنيج ما really ما Saw underestimate يعني إسم أنت ابنوت ما تجاوزت إذا بنت ابنت لا لا أختي اللي هيا راحت اقعدت معها إ Planet يعني هيا راحت قعدت عند أختك راحت عندها فالدتي في البيت والدتي فهيا راحت قعدت مع أختك que ما تجاوزتش راحت قعدت معاها. طبعا ما حصلش ان هم مرتاحين. او على كلامها. هي عايزة ترجع تقعد مع ولادها تاني لان هي جدة. طيب وبعدين? فراحت حضرتك اه قعدت مع ولادها اللي هو جسه فيهم يحجر يعني. فقعد جزها معهم في نفس الشقة. اللي هي اللي هي شقة والدتك الله يرحمها. لا لما رجع هي سابق شقة والدتك الله يرحمها وراحت رجعت تاني بيتها. طيب بعدين. طب رجعت البيت ليه قالت علشان انا معايا ابني لسه ما اتجوز. وانا رجعت عشان اخدمه وراي. طب بتخدمه وتراي فين. طب مجوزك مكيم معاه في نفس الشقة. طيب الشقة ديت فيها. او طريقك داي لسه مكيم معاه. فاندي دي لايك. قالت اه طب ما انا راشت عشان اشوف برضو طلباته لان هو مريب بالوحش. طيب هو كان عامل فين سؤال حضرتك يا فاندي. انا بس عايزة اعرف هل هي خدمتها ليه حرام. انا اجاوب على سؤال. وهي متطلقة منه. دي بتاخد معاش لوالدي. رجعت في معاش ولدي وبتاخده. اتكثر فعليه منه. والله اجاوب على سؤال حضرتك حاضر. حاضر اجاوب على سؤال حضرتك يا امو يوسف. في حاجة ثانية يا امو يوسف. بص بص يا امو يوسف. المسألة المسألة بسيطة خالص. احنا دلوقتي هي دلوقتي اطلقت من هذا الراجل. وفي شقة. الشقة دي لو متاح فيها ان هم يجلسوا فيها بشكل يكون هو عنده باب باب خاص بيخرجوا بيدخل منه. هم عندهم باب خاص يدخلوا يخرجوا منه من غير اي نوع من انواع ان يحصل فيه خلوة بينهم فخلاص. يبقى هم دلوقتي عايشين زي ما الناس بتعيش في اماكن الضيافة اللي موجودة دي. فاذا كان هم قادرين يعيشوا بالحفاظ على على الاحكام الشرعية ان دي اجنبي عنه وهو اجنبي عنها لانه خلاص بقى طلقها. طيب واذا كان اولادهم موجودين كمان هذا الامر بيزيد المسألة آآ كمان آآ امانا. اما مسألة بقى ان هي تخدمه لو انها خدمته مع الحفاظ على الاخلاق ومحفاظ على على كل الاحكام الشرعية مفيش مانع ده ممكن يكون ده من نوع من انواع الاحسان للناس. فكرة بقى ان هي لأ ابدا هي تطلقت منه لابد ان هي تكرهه او تبهد عنه وفيه خطر بينهم. لأ ممكن يكون دهات نوع من انواع الاحسان تعليم الاولاد ان هم مازال فيه خير ومازال فيه مودة ومازال فيه رحمة مابين الاتنين. اهم حاجة ان احنا نحافظ على الاحكام الشرعية التي منها ليس هناك خلوة مابين الاتنين. واذا حصل دوت فاذا المسألة ليس فيها شيء حرام. وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يحفظ على الجميع وان شاء الله يجعلهم في خير وفي سلام. معنا ام مصطفى. ايو ازاك يا سيخ. بخير الحمد الله. اتفضل يا ام مصطفى. انت طيب. نعم وبفضل الحمد لو انت طيب. اه الحاج كان عندي يا شايف كان اه تعبان السنة اللي فاتت في شهر رمضان. نعم. ماشي. الحاج عندي تعبان. في شهر رمضان. عارف عليك قلتني الحاج كان تعبان الاربين يجمع للمبين تمام الاجر والعافية. ماشي. ماشي. يبقى هو الحاج يعني او ما سامش رمضان اللي فات. يوم في شهر الشعبان. اه بشهر رجب. طيب. اكي وبعد كده تعب اه الدكتور قال لي منعه من الصيام عسان عنده كلا وكده وتعبت للمصام. طيب. الوقت هو سمر بحتاشر يوم من الشهر والباقي عنده ستاشر يوم. نعمل فيه مارس ستاشر يوم دوني. الدكتور قال له ما تصوم ش تاني خالص بقى خلاص? لا معنش ما تصومش خالص. قال له لا الكلة تعبان وما ينفذ. عشان انت داعبان كده الكلة تعبانة. عسان الصيام مؤثر عندك على الكلة. طيب. بس محدد لي نهاش. طيب. اللي هو على طول او لا. ام يوسف عني اعمل حياة لطيفة. عني اسأل للدكتور. نقول له يا دكتور. الحاج ابو مصطفى هينفع يصوم تاني ولا لأ? قال لي لا لأ مش هينفع يصوم تاني. هروح مطلعين فيدية عشرين كنية عن اليوم الواحد. طيب لا ده يا ممكن يصوم بعد كده بس لما تهدى الكلة دلوقتي وترجع تاني وترتاح شوية وينزل الحسوات والرمر اللي كان موجود ده ينفع يصوم مرة تانية. يبقى خلاص يبقى يعوض الايام اللي عنده دي بعد ما يخلص جرعة العلاج اللي هو فيها دلوقتي. يبقى عندنا هو. يبقى مين اللي هيقول لنا كده? الدكتور. هينفع يصوم تاني يا دكتور? لا مش هينفع يصوم تاني. يبقى ايه اللي يحصل? عن طلع فيدي. عشرين جنيه عن كل يوم. لا ده هينفع يصوم تاني. يبقى عن انتظر ويصوم بعد ما ان شاء الله الاحوال يسترد دعافيته وصحيته ان شاء الله. وان شاء الله ربنا يتقبل منه. معانا السيدة ممحمود تتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. راح اطلاه بركاته. ازيك يا شيخ عامل ايه? نعم وفضل الحمد لله. الحمد لله. بص حضرتك انا كنت باخد وسيلة ماشي وكانت بتلغبة نزل الدورة علي. طي. ماشي من رمضان اللي فات لغاية تاني يوم رمضان ده وهي ما نزلتش خالص. طيب. ناشي بقى لها كده من تاني يوم رمضان. بعد البطار. بتيجي زي يوقع كده. طيب هو السؤال دلوقتي. انا مش عارفة بقى يعني اا اكتر ولا 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 ايه وصوم ولا ايه اصرح ازيك سعرت وصوم ولا عارفة صلي. سؤال بس انت بتقولي ان ان اللغباطة دي حصلت في رمضان اللي احنا فيه ده. لا رمضان اللي فات انا واخدل وسيلة قبل رمضان. طيب في رمضان اللي احنا فيه دلوقتي ايا ما نزلتش خالص 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 من رمضان اللي فات. او كده بقى لها حوالي سنة. ما بتنزلش. ما بتنزلش يعني. او ما بتنزلش خالص. او الوسيلة دي بترفع الدورة. الوسيلة دي من الدكاترة بيقولوا ان هي بترفع الدور. او. ايه الحقن اللي هي كل ثلاث شهور دي بترفعها. بتنزلش. طيب السؤال بس لا الكلام ده 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 كلام ده عبارة عن اه عبارة افتراضات عن الوسيلة. لا ده مش حيي. بس خلينا سألك بس. انت دلوقتي. الحياة اللي بتنزل. القطرات اللي بتنزل دي. او. لا فيها اوصاف الحيط. انت الحيط بتاعتك كنت انت عارفة ترتيبه وعارفة اوصافه وعارفة ايام. يبقى احمر ولون وايوة وكده. بكوائس. بس قطر الوسيلة بقى لها سنة. طيب كويس. اللي بينزل بقى ده. فيه اي اوصاف من اوصاف الحيط. الحيط بتاع حضرتك. لا ده هي عبارة عن بني ونقط. لكن ما فيهوش اي اوصاف من ده. لا لا ولا ريحة مش حلوة ولا اي حاجة. خالص. يبقى خلاص انت تسوم وتصلي ولا عليك شيء. طب خلاص طب لو هي زادت عن كده بدل النقط. زادت اكتر من النقط برضو كده ولا احمر معاها. لا احنا دلوقتي خلينا بس نسأل. اذا زادت ورجعت للأوصاف القديمة بتاعت حضرتك. خلاص هتبقى دي حيط. لا اذا زادت لازم نعرف الاوصاف دي. هتنتظم ولا مش هتنتظم. فاذا زادت المسألة دي. انت بتقول ان هي بترفع الحيط. فهي رفعت الحيط. فيه ادوية بترفع الحيط. اه فيه ادوية بترفع الحيط. لكن مسألة ان الوسيلة بترفع الحيط تماما. فببينزلش. الحقيقة دي دي حاجة عن الوسيلة دي مش حقيقة. لكن هي رفعت الحيط. فالحيط ممكن يرتفع. اه ممكن يرتفع. اه ممكن يرتفع. يا ممكن يرتفع بالادوية. ممكن يرتفع بالادوية نعم. فهو ارتفع. امتى بنقول ان انت عندك حيط لما يكون باوصافه اللي احنا عارفينها. لو مش باوصافه اللي احنا عارفينها ده بيسمى استحاض. وساعتها تصومي وتصلي وما يبقاش عليك اشيء. نعم. خلاص يا محمود? وصوم وصلي عاديه? ايوة ما انت ما عبارة عن قطرات كل يوم بعد المغرب يعني طول النار ما فيش اي حاجة حطة تغيرها قوي مش كتير يا ستي فيها اوصاف الحيض القديمة ولا لا 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 خالص ولا ريحة ولا لون خلاص يبقى دوة مش حيض الحيض عندك هو الحيض المعروف اللي انت عرف هذا لكن ممكن يحصل مع الوسائل بعض استحاضها ممكن يحصل مع استحاض يعني حضرتك كده ثم وصل لعادي نعم بدلا ما فيش بدلا ما فيش اوصاف حيضك ولا في شدته ولا في اي اوصاف من ده ده ممكن يحصل فيه ولا بيحصل في وقت الحيض انت بتقولي انه بيحصل من غير وقت الحيض كمان يعني لا فيه وقت ولا فيه اوصاف يبقى دوة استحاض استاذة امنية تتفضل السلام عليكم عليكم السلام عليكم احضرتكات تتفضلي يا استاذ امنية عايز اسأل عن مقدار الماء الذي ينغمس به الجنوب فيصبح طاهر مكتوب في الكتاب انه هو اكثر من الكلتين الكلة دي مقدرها قد ايه الخلاصة القلتين ده لو في حدود 200 لتر اقل من 200 لتر بشوية كده يعني البنيو اسمعي بس البنيو ده ممكن يبقى هو ده فاذا انغمس الانسان في البنيو المنيان ده ممكن يبقى ايه يبقى ده لو انغمس في حمام سباحة صغيرة برضو دوت ينفع انغمس فيه ويخرج ويبقى الماء ده لسه طاهر يبقى الماء اذا بلغ القلتين لم يحمل الخبس الا ما غلب على لونه او طعمه او ريحه يبقى اذا ما تغيرش المية دي تفضل على ما هي عليه خلاص يبقى او استاذ امنية يبقى لو كان وصل لمتين لتر اقل من متين لتر بشوية كده معانا استاذ محمد يتفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايه يا شيخ ما كنت عايزة اشارك حدثك بالسؤال كده اتفضل اي فانت دلوقتي انا اختي كانت مخطوبة لمدة كانت سين ونص اربعة فكلما نيجي نحدد معاد مع خطيبها على يعني معاد الدخولة وكده لاني تلهم بالشقة وعايزي وضالها فكلما نيجي نحدد معاد فيه تبقى فيه زي تلكيك او فيه حاجة ان هو ايه بمش عايز يحدد المعاد اكتشفنا بعد كده ان هو اهله بتورطه في الحاجات كده ان هو يعني بتعال كله الموضوع فلما اكتشفت كده فانا قلت له طبعا المفروض طبعا اسمها مساء السيد محمد السيد محمد واحدة 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 واست السيد محمد اسمعني اللي اسمعت ممكن توضط التلفون التلفزيون اسمعني من التلفون لو تكرمت انت حضايك طب حضايك قلت ان هم تورطوا في حاجات بتعرقر الكلام ده اللي هو سحر يعني واعمال وحاجات زي كده لا لا حاجات يعني مثلا والده يجيب له مثلا مشروع ويدخلوا فيه يخليه يدفع اقصاص المشروع ويفشل مثلا ما يخلوش يركز في الجواز اكتر طيب وعدين فايه الحال اللي احنا فيها دلوقتي ان هو فاسخ الخطوبة احنا فاركشنا يعني هو اختار ان هو يفاركش لا لا ما عليش هو انتو اللي فاركشتو الا هو اللي اخوار اللي هو الفاركش انا قلت له حد دمعاد الدخلة يقل ما خلاص كل واحد يروح لحاله انت كده اربع سنين وطبعا البنت اشأ امرها بيكبر فهو راح لحاله فهو اختار ان هو خلاص يعني زي ما يتقوله عرب يا شيخ طيب فسؤال حضرتك الشاب كبقى لما عرب جي بعد فترة تانية عايز يرجع فعايز يرجع بقى ان انا يعطيش ادهار يعني يبدي عطيش احطار ويخش على ايجار وكده فان اطبعا رافض فانا مش هعارف انا عدى احيز مع هزي يعني ومصمم ان هو يرجع وعمال يزوق علينا ناس اه احنا نرجع نرجع ازاي يعني او الله نرجع ازاي نرجع ازاي اهلا وسهلا لو كان هو راجل مناسب ولو كانت اخلاقه كويسة وكانت دي ظروف حقيقية عادي جدا نرجعه ونكمل مع بنتنا ونجاوزه لو كانت بنتنا راضي بيه فايه اللي يمنع يعني هو ايه اللي يمنع ده ما انا مش فاهم يعني هو دلوقتي طول المدة دي انت ممكن تسألني في الارشاد طول المدة دي بتكشف عن ايه اقولك انا لازم اشوف هما الاتنين لكن انت بتسألني شرعا هل يجوز ان انا رجعه تاني اه يجوز ان انت ترجعه تاني ايه اللي يحصل الناس بتروح تتجوز وتتطلق وبترجع لبعضها تاني مفيش اي حاجة خالص لو انت شايف النداء ايه لو انت شايف الندوة ما كانش مناسب ما هو الراجل راجع تاني وعايز تجوز بنتكو فهو الراجل متمسك بالبنت فاذا كانت البنت متمسكة بيه وهو متمسك بيه وهو شخص مناسب فالله تبكلوا على الله طب الاربع سنين اللي فاتت دي قد يكون هو ما كانش ناضج فيها وقد يكون هو نضج المسألة محتاجة تفاصيل ما تجيش انت على هوقت تيجي تقول لي كده هو ده ينفع ولا ما ينفعش لا ده في شوية تفاصيل اذا كان الشخص ناضج واذا كان الشخص اخلاقه كويس واذا كان مستقبله حسن واذا كانت صفاته تتناسب مع صفات بنتكم واذا كان هو شخص امين ومش معلوم عن سمعته شيء سيء ومعلوم وهو بيحب بنتكم وبنتكم كمان قبله وبتحبه وصفاته متوافقة يلا توكلوا على الله ايه اللي يمنع يعني بالعكس الاربع سنين دي اعتبارها تجربة كل واحد فينا اتعلم فيها فالمسألة مش انه اربع سنين بدل قعد اربع سنين يبقى انسان وحش لا مش بالضرورة ممكن اربع سنين وما كانش ناضج ونضط مسألة سهلة مسألة سهلة يعني ايه بلاش الافكار التعميمية اللي بتحصل اصلا هو بدل طول هو طبعا تطويل فترة الخطوبة عن سنة بيبقى شيء مش مستحب لكن هو رجع وانتوا شايفينه مناسب وكده ومع الصفات اللي انا قلتها دي مفيش مانع ان انتوا ترجع يرجع مرة تانية السيدة ممحمود مرة تالتة معلش يا شيخ انا اكثر كنت اقول لها حضرتك انا سألت وقالتها اتفضلي بالنسبة لو الواحد حالي باستحلامه ولا حاجة يقوم يكمل صيامه عادي ببقى نايم اذا حصل له احتلام وهو نايم اه احتلام وهو نايم اه يكمل صيامه ويروح يختسل وصيامه صحيح طب الغسل بيبقى ازاي الغسل ببساطة خالص انه هو بيعمم بدنه بالماء بيعمم بدنه كله بالماء بيعمم بدنه بالماء اما ويدخل الماء تحت تحت شعره خاصة عشان النساء يدخل الماء تحت شعره ويعمم البدن اما لو عايزين بقى السنن انه هو يستحب انه هو كمان انه هو يتوضى قبل قبل الاختسال ويعمم البدن ويبتدي بجنبه الأيمن ثم بجنبه الأيصر وهكذا ويتفقد الأماكن المختبئة في جسمه وهو ديت من السنن لكن الأساس إنه هو يعمم البدن لجميع بدنه كله فإذا هو وقف تحت الدش والمية نزلت عليه وشملت كل بدنه ودخلها تحت شعره هو كده اختسل كل حاجة تمام؟ يا سادة إحنا النهاردة تكلمنا عن صفة الحقيقة صفة مهمة جدا جدا في البيوت مهمة جدا جدا في الأسر والأسر لما بتختفي منها هذه الصفة بتبقى في وضع صعب الصفة دي هي صفة النضوج النضوج ده يا سادة حاجة ما هيش شيء ممكن نعتبره في بناء الأسر شيء إضافي شيء تحسيني لا 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 ده شيء أساسي البيت اللي من غير النضوج كل أهل البيت بيتوجعوا البيت اللي من دون نضوج كل أهل البيت بيتطربوا كل ما كان البيت فيه نضوج كل ما النور بيشرق فيه وعشان كده الآية اللي احنا كنا بنقرأها ومن كان ميتا في أحيانا واجعلنا له نورا يمشي به في الناس الشخص الناضج قادر يدخل كل الناس ويطلع فيهم أجمل ما فيهم عايز تعرف أنت ناضج ولا لا شوف عشرتك بتطلع أحسن ما في الناس ولا عايز تعرف أنت ناضج ولا لا شوف أنت متحمل مسؤولية ورعاية أهل بيتك ولا عايز تعرف أنت ناضج ولا لا شوف نفسك يقظ ولا لا كل ما كنت يقظ كل ما كنت مراعي كل ما كنت بتشارك كل ما كنت بتحاول بقدر الإمكان تجربوا تحسن من فعلك وأدائك وصلتك وعلاقاتك بأهل بيتك وأهل أسرتك أنت إنسان ناضج كل ما كنت بتسامن أن أهل بيتك يكونوا أكتر تطورا ويطلعوا أحسن ما فيه ومتتح لهم أن هم يجربوا كل ما كنت ناضج كل ما شاركتهم كل ما كنت ناضج يا رب أنا عارف وإحنا عارفين يا مولانا أن النضوك ده كتاب من الناس بتعتبروا تكلفته علي ولكن إحنا مطمئنين يا سيدنا ومولانا أنك تدعمنا وتتولانا وتعطينا ما يعيننا على أن نسعى ونحافظ على أسرنا مليئة بالنور مليئة بالبركة مليئة بالمدد اللهم أمدنا بمددك واجعلنا من الناضجين حتى نكون أمانا لأهلنا وحتى نكون بابا من أبواب السعادة لهم دائما يا رب العالمين يا ودود يا رحيم اجعلنا من الناضجين واجعلنا من الآمنين بأمانك يا رب العالمين ترجمة نانسي قنقر